اشتركوا في القناة من اجل دعم التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة المستويات مشيدا في هذا السياق بادارة جلالته الحكيمة للقمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مايو الماضي 2024 وما تمخض عنها من قرارات مهمة تخدم مصالح الشعب العربي وتدافع عن قضاياه العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من جانبه اكد العسومي دعم البرلمان العربي الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية ورفضه التام لأية تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية او المساس بسلامتها الاقليمية مؤكدا في الوقت ذاته دعم البرلمان العربي للجهود التي تبدلها جمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الارهاب